سواء المركزية منها أو المحلية وعبروا عن أسفهم لتواضع الخدمات أو فقدانها وعدم الاهتمام بالموازنة لعام 2019 بما تستحقه المحافظة والمنكوبة إضافة إلى أن الملف الأمني يعاني من اختناقات وضعف في الأداء بطريقة تؤثر على مواطني المحافظة بشكل يضعف الأمل في نفوسهم تفق المجتمعون بالإجماع على ضرورة معالجة الأوضاع بشكل سريع عبر عرض الأزمة وحلولها على السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وتفعيل لجنة تخص الحقائق البرلمانية بهدف إيجاد الحلول الناجعة للوضع الأمني والخدمي وكل ما يحتاجه المواطنون في المحافظة بهدف تعزيز الثقة والمضي بتفاؤل نحو المستقبل ترجمة نانسي قنقر